وهنشوف طريقة جديدة لتأكيل الزغليل لأول مرة بنعملها في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم وحاجتون عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتعريبية الحمام. الكبير والزغلول صغير وبفرز البيض المخصب والبيض الفارغ نطلعه. وهقولك كمان استخدام البيض الفارغ هنستخدمه في ايه? هو ده موضوع الاساسي بتاع فيديو النهاردة وهي ايه المهمة بقى فيديو النهاردة? او الاضافة اللي ما عملهاش قبل كده. شوف القص ده محضن تحته تلاتة بضعات. هنشوف ونفرز بيضه. ناخد الطاجن منه بحرص. وهنفرز البيض بكشاف موبايل. اي موبايل اي كشاف عندك افرز عليه البيض. كل ده عشان هقول لك انا محتاج البيض الفارغ في ايه? كده البيضة دي مع الرأة. دي طريقة كشف البيض. شوف حضرتك العروق. طيب نفرز التلات بيضات. مش بيضة واحدة. ما شاء الله. شايف العروق? ده اه طريقة كشف البيض بس برضو انا عايز بيضة فارغة. هقول لك اعمل ايه بيضة الفارغة? ده التلات بيضات مخصبين اللي هم رائد عليهم القص اللاحم بتاعنا. هنا لقيت البيضة دي فارغة. الله شايف حضرتك رائقة ازاي? انا عايز البيضة في شفاء ايه عروق. كده انا عايز بيضة فارغة تماما. هي دي البيضة اللي انا هستخدمها. طب بعد ما نورنا النور انت عايز تفرز البيضة تفرزه بعد كام يوم. افرز البيض بعد خمس ايام. وما ترمهوش لو لقيته فارغ بعد سبع ايام تكون متأكد ان البيض فارغ لو ما لقيتش في عروق الدم دي. خلاص? يبقى انا فرزت بعد خمس ايام هؤخذ تخدم بقى البيضة الفارغ. واحد هيقول لي انا مش لاقي ان ابدل فيه الزغاليل. هقول له حاجة. يبقى هتأكله مفيش غير التأكيل. انا كنت بقى اكل بالميكس. خلاص? الميكس. هقول لك النهاردة على طريقة اللي هي باستخدام البيضة الفارغة. احسن من الميكس واحسن من السريلاك واحسن من الحليب واحسن من الباسكويت واحسن من كل الحاجات دي. الى حين عندنا انه بجيبه البيضة الفارغ يسئوله ما يجيبه كتاكيت ويفركوه كده للكتاكيت في البداية. الكتاكيت تاكل منه كتاكيت الفراخ. هو عملها ازاي البشمان دستام حسين عمل كده. ابو عزام صديقي اه حطها في كباية وسحبها. دي تنفع ودي تنفع. الطريقة دي تنفع. لو عايز تفضيها في كباية يكون اسهل. انا معايا الكباية طبعا هفضي. بس انا بوري لك البشمان دستام حسين عملها ازاي. سحب كده. وقال لك ايه طبعا فيها السفارة هو عشان تتاكد ان هي بيضة اه طازة يعني. اه ما بقالهاش كتير. ما تجيبش بيضة مع الرقة وتجيب بيضة فاسدة عشان ما تضرش ازاي غليل. اه حط قال لك هتحط عليها اتنان سنتي مية وربع سنتي خلي تفاح. طيب انا هفضيها برضو في الكباية علشان دي طريقة اخونا ابو عزام. برضو هنعمل بطريقتنا. فضناها. نزل السفار والبيض. خلاص. فضناها هوت. ومعانا برضو. ايا معايا خلي عادي النهاردة ما عنديش خلي التفاح. ممكن تحط برضو عادي خلي عادي مفيش مشكلة. اه ربع سنتي ليه يا جماعة? تخلي التفاح او الخلي ليه? الخلي عشان لو البيضة فيها بكتريا انت طبعا كنت محضن البيضة. لو البيضة فيها بكتريا ما يجيبش الامراض للزغلول. ده هتنكس بهم اي زغلول فبعد كده ما ترمش البيض خالص. اهو شوف ريما قلبناهم. اصبحهم بالشكل ده ومعانا هو الزغلول. هنأتي الزغلول مباشرة. طبعا انا جبت الزغلول كبير شوية علشان يزهر في التصوير. يبان في التصوير. زي ما قلت لك كان زمان بيستخدموها مع الكاتاكيت. بس كانوا بسلقوا البيضة. اه لما نسيت البشماند السلام حسين قالك اغل مية ونزلها فيها نص دقيقة قبل ما تعملها. البيضة هتغل المية وتسقطها في المية نص دقيقة. واتطلعها على طول نص دقيقة. بس وبعد كده تعملها كده علشان برجو تموت البكتريا. لك احنا حطينا خلي التفاح بس انا اقول لك امانة. اه بنتعلم من البشماند السامة حسين. وبنشكر برضو صديقنا ابو عزام اللي هو اه دلنا على الطريقة دي. كده اكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو واجبك الفيديو عمل لايك. واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.